حبيبي طلبت برايماري سكس ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا عشان نبدأ يونس ريوي Mathematical Expression لازم حبيبي نبقى فاهمين ان الجزء ده جديد علينا فلازم نتأسس فيه صح عشان نرتاح ان شاء الله بعد كده في الجابريك فيلا بينا كده ونشوف الليسون بتكلم على ايه الليسون بتكلم عن Mathematical Expression فقرين حبيبي الصنع اللي فاتت لما اخدت The Difference Between Expression and Equation الExpression اللي هو عبارة عن Statement عندنا Mathematical Expression يعني تعبير رياضي احنا شايفين Statement قدمنا كلها Numbers Variable فده اسمه Mathematical Expression زي بالظبط letter A كده 12 plus 5.8 او letter B 3K plus 4 ده كله اسمه Mathematical Expression طيب اول ما حطت equal عشان اجيب الresult اول ما حطيت equal عشان اجيب الresult هنا فده بقى كده equation يبقى اللي بيفرق بين expression and equation هو وجود الequal وجود equal يبقى كده بقت equation طيب تعالوا كده نشوف الtypes of Mathematical Expression انا عندي حاجة اسمها Neumoric Expression وعندي Algebraic Expression كلمة Neumoric جاية من كلمة number معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا اول ما بشوف الستاتمنت كلها numbers يبقى دي Neumoric Numbers فقط ما فيه هاش غير Numbers بس طيب الجابريك بشوف variable حتى لو variable واحد فاكرين الvariable اللي خدتوه السنة اللي فاتتوه السنة اللي قبلها الvariable اللي هو اي letters قدامكم k, a, b, c يبقى اول ما شوف variable في mathematical expression اللي قدامي اعرف على طول ان ده حاجة اسمها الجابريك expression يبقى الvariable ده اللي هو any letter كان موجود عندوك السنة اللي فاتت واللي قبلها في الarea model والbar model طيب تعالوا كده على check your understand وبيقول لي sort اللي قدامك ده هل هو numeric ولا الجابريك تعالوا على letter e 12 plus 5.8 انا مش شايفة غير Numbers يبقى على طول ده numeric طيب letter c شفت variable n اهو letter اي letter هو variable يبقى شفت variable يبقى الجابريك على طول letter e اهو في letter q letter b يبقى ده على طول الجابريك طيب تعالوا على letter b 3k ادي letter يبقى الجابريك طيب هنا 2 times 3 plus 5 هل في اي letters قدامك لا يبقى نعمرك واخر حاجة number f هنلاقي ان احنا قدامنا letter k اللي هو ال variable و letter m و letter n فده algebraic طيب تعالوا بنا نتعلم how to creating mathematical expression ولازم حبايب نبقى عارفين ان الجزء ده مهم جدا ويمكمل معانا طيب هنا بيقول لي a family used to order burger sandwich for dinner if the price of one sandwich is 50 pound يبقى 50 pound ده the price of one sandwich and 20 pound for delivery قبل ما نعرف ازاي نكتب الماثيماتيكا الاسبراشن تعالوا قده نسأل نفسنا سؤال ايه هنا السيم يعني ايه هنا اللي مش هيتغير ايه هنا اللي هيفضل ثابت مهما طلبت عدد الساندويتشات delivery صح يعني انتو لما بتيجوا تلطبوا order كده ويجي لقوا البيت لو اتصلتوا بأي restaurant وطلبتوا منه قلتولوا مثلا عايزين five sandwich وبعد كده جيتوا تعدوا قلتوا لا 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 هنخليهم seven فاتصلتوا تاني وخلتوهم seven هل delivery هيتغير delivery ثابت ثابت بالنسبة لمكانك ملوش داوة بكمية اللي انت طلبها يبقى دا the same طيب ايه اللي بيحصل له vary اللي بيحصل له vary هو price of sandwich ازاي هلت لو طلبتوا two sandwich زي ما هتطلبوا three زي ما هتطلبوا five زي ما هتطلبوا ten اكيد قل لما number of sandwich هصل له increase the price will increase يبقى اللي حصل له vary هنا هو 50 bound اما السيم هو 20 وهو دا اللي بيفرق معانا في how to write mathematical expression ازاي باجي على السيم 20 وبكتبه ادي 20 plus اللي حصل له vary اللي هو 50 دا هو دا اللي بيبقى times في الvariable وليكن 50s على اساس 50 sandwich يعني انا لو طلبت two sandwich هيبقى 20 plus 50 times two يعني 20 plus 100 طيب لو طلبت five هيبقى 20 plus 50 times five يبقى السيم الثابت عندنا هو اللي بيبقى الواحده وهنعرف بعد كده ان اسمه constant والnumber اللي بيحصل له vary هو دا اللي بيبقى times في الvariable وهنعرف بعد كده ان اسمه coefficient طيب تعالوا كده على check عشان نفهم اكتر on a sale a closet store sells any piece of closet for half its original price تعالوا نشوف احنا ازاي ممكن نكتب mathematical expression دلوقتي closet store عنده sale any piece of closet is half its original price الhalf دي هل هاله الhalf دي هتتغير لا طب ايه اللي هيتغير هو price of closes ازاي والله لو الoriginal price كان 100 هيبقى after discount 50 الhalf بتاع 100 طيب لو كان 200 الoriginal price هيبقى after discount 100 الhalf يعني الhalf ما تغيرتش لا مش هتتغير اللي تغير هو الoriginal يبقى انا عندي الhalf هي same طيب وإيه اللي تغير price اللي هو variable وليكن n يبقى انا كده half times n ده الماثماتيكال expression وهنا الtable اللي هو طلبه مني 120 والprice after discount هيبقى 120 times half هنعمل substitute في الexperation في الexperation اللي قدامنا يبقى 120 هيبقى 60 طيب 150 times half هيبقى 75 طيب لما يبقى price 80 after discount يبقى الoriginal كالكام هيبقى 160 وهنا هيبقى 100 هنتعلم دلوقتي analyzing mathematical expression عندنا أربع حاجات حبيبي لازم نبقى عارفينهم قويز جدا إيه هم هم number of term و like term و constant اللي أنا اتكلمت فيها وأنا بشرح الexamble و يبقى لأربع حاجات دول لازم نبقى عارفينهم كويز قوي طيب number of term بعرفها ازاي اللي بيفصل ما بين term هو plus وال minus يعني ايه يعني times ما بيفصلش لا ازاي تعالوا كده بصوا على number ايه 5 ايه مش 5 ايه دي معناها 5 times ايه ولا كأننا شايفنا احنا عينينا بتقع على المينس والplus فقط يبقى انا عيني بتشوف المينس والplus بس يبقى المينس والplus هما اللي بيفصلوا ما بين term هما اللي بيحددوا لي the number of term طيب ايه هو like term اي numbers هي like term ازاي يعني انا لو شفت في expression 4 وشفت 3 ده يبقى like term او اي variable like term بس the same variable اي same variable هو like term يعني لازم يبقى the same letter يعني هنا مثلا ادي letter in وletter in يبقى ده اسم like term بس هنا two هنا one over two ما احنا لسه اي numbers هي like term مالهاش علاقة يبقى numbers كلها like term و the same variable the same letter هو like term طيب ايه هو القانست ده لسه قلت من شوية في example ان القانست ده هو number الوحده مالوش علاقة خالص بالvariable طيب k of fashion number اللي معموله times في variable يبقى number اللي الوحده ده هو constant number اللي معموله times في variable هو ده k of fashion طيب تعالوا كده نحل مع بعض number of term شفت minus يبقى one شفت plus يبقى و ادي three يبقى number of term three طيب like term تعالوا كده نبص ادي number اهو four في numbers تاني لا مفيش طيب في variable b في variable v مفيش يبقى انا كده ما عنديش like term ما عنديش two constant لوحدهم وما عنديش like variable ما عنديش the same variable يبقى like term none طيب الconistant اهو four وناخد بالنا الconistant وال fashion باخد بالsign بتاعته يعني الفور هنا جنبها plus فاكتب four القاء of fashion عندنا five قلنا number اللي معموله times في variable وعندي negative three يبقى ناخد بالنا بناخد number بالsign بتاعته طيب تعال على number b number of term ادي one two three يبقى three طيب like term like term عندنا الك كل term هنا like عشان كلها variable واحد اللي هو الك طيب الconistant none ما عنديش constant ما فيش عندي number لوحده خالص كله معموله times في variable طيب k efficient خدوا بالقوا عشان بتطلق بطف d الك دي معناها one times k بس هو ما بيكتب لك one فلما تيجي تاخد k efficient هتاخد one و one six يبقى الone اللي معموله times في k والone اللي معموله times في k هنا six طيب number of term اهو في minus يبقى two three طيب like term three و five هم دول like term قلنا اي numbers هي like term طيب constant three والfive برضو والcoefficient شايفين الnegative دي يبقى negative one طيب هنا number four number of term عندنا term واحد like term هو اصلا term واحد هيبقى في like term ازاي يبقى none الconistant هو number الواحد اهو طيب k of fashion ما عنديش k of fashion اصلا لان انا ما عنديش variable يبقى none طيب هنا number of term ادي one two three طيب like term هنلاقي ايه عندنا variable n يبقى one over two n و negative two n الconistant عندكم constant هنا في number هنا الواحد ولا يبقى none طيب الcoefficient ادي one over two و negative two اي number معمول times في variable و ال one طيب number of term هنا ادي one two three طيب like term عندنا اهو كلهم معمول times في ال a يبقى point five a و point one a و three a طيب الconistant none ما عنديش conistant خالص ما فيش number لوحده خالص طيب الكoefficient الكoefficient اللي عندي هو ايه هو numbers اللي معموله times في variable number of term هنا three like term هنا seven three two الconistant برضو هو seven three two co-efficient هنا none عشان ما عنديش variable number of term one يبقى انا ما عنديش like term يبقى none الconistant none والقاء efficient هنا هيكون one لان زي معمول times one اتمنى حبيبي شرح الدرس كده بالنسبة لكم يكون سهل وبسيط واستنوا فيديو اللي فيه حل booklet future وتمرين المعاصر عشان نتمكن من الدرس اكتر